أمطارنا رعدية ستعيشها المناطق الشرقية بإذن الله خلال نهار اليوم وكذلك خلال يوم الغد الجمعة الأمطار ستكون أكثر اعتباراً ونشاطاً على المناطق الداخلية الوسطى وكذلك منطقة الأوراس خلال يوم الغد إن شاء الله وكانت قد أصدرت مصالح الأرصاد الجوبية تنبيه من الدرجة الأولى يخص كل من ولاية سقهراء سؤوم البواقية بسة باثنة وولاية خنشلة بتساقط أمطار رعدية ستكون إن شاء الله بداية من الثالثة بعد زوان نهار اليوم وتستمر في التساقط إلى غاية منتصف الليل وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي فالأمطار إن شاء الله خلال يوم الغد الجمعة ستكون أكثر اعتباراً ونشاطاً على كل من بسكرة والجلال الأغواط الجلفة كذلك بوسعادة عن وسارة لمسيلة أيضاً فيما يخص باثنة خنشلة قسنطينة سطيف وولاية سبسة حتى سوحل الشرقية احتمالكم في تساقط بعض القطارات من الأمطار المتفرقة إذن كمية الأمطار حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي ستقارب كمية حوالي 40 إلى 50 مم محلية خلال يوم الغد الجمعة وكذلك خلال يوم السبت حتى على شمال السحرى منطقة الواحة والصورة أيضاً ستتشكل خلايا رعدية منعزلة مصحوبة بتساقط بعض القطارات من الأمطار على العموم السواحل الوطنية الأجواء ستكون مغشات جزئياً خلال يومي الجمعة وكذلك السبت مع تشكل الضباب الكتيف خلال الصباحة أما توقع درجات الحرارة القصوى فتبقى منخفضة على الولايات الشرقية ومرتفعة على الولايات الغربية إذن كعلى مقياس خلال يوم الغد إن شاء الله الجمعة 30 درجة بشلف وغلزان مع سكرة لمسان حوالي 27 درجة 26 درجة بولاية وهران عينتي موشنت ومستغانم منخفضة بالنسبة لكل من قصنطينا وأم البواقي حتى باتنا وخنشلة بين 17 إلى 18 درجة 21 درجة بقلمة 22 درجة لعنابة جيجلسكيك دوبي جاية ستقارب 17 درجة الجزاء العاصمة 21 درجة وكذلك بتزيبزو كعلى مقياس فيما يخص الولايات الجنوبية خلال يوم الغد في حدود 43 درجة بمرج باجي مختار وإنجزان 39 درجة فيما يخص إن شاء الله أدرار وإنصالح ولاية تيندوف ستقارب 37 درجة 35 درجة ببشار إليزي جعنات الوادي ورقلا والمغير ستقارب في حدود 30 درجة مع حركة الرياح ستكون قوية خلال يوم الغد فيما يخص الولايات الجنوبية تصل إلى 50 كم في ساعة مرفوقة بتطاير كتيف للزوابع الرملية ورداء في الرؤية في المقابلة الدنيا إن شاء الله المسجلة أكيد درجات الحرارة المسجلة خلال الفترة المسائية ستكون جد منخفضة على أغلب المناطق الداخل الهضاب العليا ومنطقة الأوراس ستتراوح للهموم بين درجتين إلى 5 درجات فقط توقعت حالة البحر يوم الغد وكذلك خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون البحر هادئ إلى قليل الاثتراب على طول الشريط الساحلي الرياح ستتراوح سرعتها بين 20 إلى 30 كم في الساعة مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج يتراوح بين أقل من المتر إلى المتر على طول الشريط الساحلي إذن مشاهدين أمطار النرعدية ستعيشها الولايات الوسطى أكيد الداخلية الوسطى والشرقية خلال نهر اليوم يوم الغد الجمعة وكذلك يوم السبت بإذن الله أشكركم على كرم الإسرائي والمتابعة